أسماءك الحسنى ملاء نجناني من أي إعجاز وأي بياني وسعت صفاتك ما تشاء بلاغة وعلون فوق تخيل الإنسان وأنا الفقير إليك فاغمرني غنان يواسعان بعطائه الرحمن ضاقت بعبدك كل أرض رحبة أنت اللطيف به ولطفك حاني ألوذ بأسمائك الوسعات لأغرف من حوضه النصف فيا قلب هذا طريق النجاة تماسك به واعتصم واكتفي فهيا إليك تعرف عليك تعرف عليك طول عمري من بهرب عقلية السعداء طريقة تفكيرهم شلون عايشين تفاصيل حياتهم المهارات اللي عندهم في هذا الموسم راح نتعرف على الله بأسمائه وصفاته ونعلم بأن القوي هو الذي يؤدينا الهدوء عند الأزمات وأن الرحيم هو الذي يرحمنا واللطيف هو الذي يلطف بحالنا والفتاح هو الذي يفتح لنا الفرص فالحياة مع الله مع أسمائه وصفاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تقدر تمشي بطريج بدون هداية راح تضيع حياتك وانت بسك عتدور على الدرب الله سبحانه وتعالى عطانا كتاب يدليننا الطريج وما خلانا بدون هداية لما الله سبحانه وتعالى يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يعني الله سبحانه وتعالى الهادي يهديني بكلامه أول صفة لكلام الله سبحانه وتعالى بأنه هداية تدرون بصورة الرحمن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان لاحظوا ترتيب الآيات ما تفكرنا مرة شلون علم القرآن قبل خلق الإنسان؟ يعني هو الإنسان هو اللي بيتعلم قرآن ولكن الله سبحانه وتعالى رتب لنا هذا الترتيب عشان يقول لك الإنسان بدون قرآن ما يسوه شيء ما يقدر يعيش أصلاً في دراسة صارت بأحد الجامعات الإسلامية تبي تشوف شنو أثر القرآن على تقليل الضغط النفسي للطلاب فحطت ثلاث أسئلة تزلنا عليك القرآن لتشقى إذن لماذا يرى؟ لتسعد عشان يسعد الإنسان مو للشقاء أنا أدري أنه يمكن في ناس يمكن ما يرون هذه العلاقة مع القرآن وما عندهم هذه النظرة أن هنا السعادة يمكن أصلاً يرون القرآن بأنه ثقيل عليهم وختمة رمضان تكون يحاتون يا رمضان الحين بختموا ويتقصبون ومتخلص الجزء قد يكون العربي مشكلة قد يكون الفهم مشكلة قد يكون أنه ممألوف مشكلة بس تقوني مع الصحبة والتحرف على القرآن راح تشوفون هذه الزاوية ضروري راح تشوفونها يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب الله طعمها طيب يعني كل ما فيك أنت طيب ريحها طيب يعني حتى اللي حوالينك راح يتأثرون بالطيب اللي أنت عندك وبالخير وبالنور هذا النور اللي ما تقدر تقمتها يبدد الظلمات كذلك لا ننسى نفس ما بدأنا حلقتنا اليوم بأن القرآن هو الهداية تدرون أنه هي مو أي هداية يقول الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى يعني مو أي هداية الله سبحانه وتعالى يهديك هداية فيها توازن يهديك في الدين حياتك كذلك زين يهديك في مجالات حياتك ما يأثر على في توازن بهذه الهداية هي الهداية الأصلح لك الله وحده الهادي هو الذي يعلم الهداية الذي تحتاجها أنت في كل جوانب حياتك الحين نبدي نسأل زين شو يصير عندي علاقة مع القرآن فيها سئلة وايد مهمة أسألها نفسي هل أنا أصلا أقرأ القرآن هذا أول سؤال أنا أقرأ ولا لا الحين نحن برمضان تقرون عليكم بالعافية هل أقرأ باجي السنة ولا هو فقط رمضاني أثنين هل أنا إذا قريت أتدبر كلام الله سبحانه وتعالى ولا بس أقرأ عشان أخلص ثلاثة هل أنا أسمع كلام الله سبحانه وتعالى ولا ما أقدر أنا أسمع قرآن مو هو الشيء اللي أنا أرتاح له كلها هذه علاقات مع القرآن مهمة أن تكون بحياتي تدرون أن الابتعاد عن القرآن شيء خطير تدرون ليش لأن أحنا اللي محتاجين القرآن يكون بحياتنا أحنا قاعد نظلم نفسنا لما ما نجعل فيه حياتنا قرآن والشيء الوحيد اللي الرسول صلى الله عليه وسلم اشتكى منه هو هجر أمته للقرآن فقال يا ربي إن قومي قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورة يعني يا رسول الله لأن هذا القرآن مهم جداً في حياتنا فرسول الله عليه وسلم ما يبينا نهجرة فالحين أنا عملياً أبي تكون عندي علاقة حقيقية مع القرآن واحد لازم يكون عندي وقت ثابت ما يتزحزح للقرآن تايم بوكسنج صندقة الوقت أحسوي صندوق وقت هل نص ساعة من يومي حتى لو مو إلا وقت يعني ثابت لازم بس الصبح لا لا حتى لو في نص ساعة حق القرآن باليوم لازم تصير إذا كانت أنسب لك بالليل بنص اليوم عقب الصلوات في ناس تحب خمس يقايق خمس يقايق المهم وقت ثابت ولو قصير للقرآن أثنين مهم أن يكون عندك حلاقة مع التفسير يعني لو مرة بالأسبوع مثلاً ثبتها عادة مع لي معها أنزين أن تقرالك لو وجه تفسير وترى موجود حتى في التطبيقات حتى الحين صار تقدر الفيو تشوفها يا فيو صفحة قرآن أو فيو الآية ومع تفسيرها فليش نحرم أنفسنا من فهم كلام الله سبحانه وتعالى ثلاثة ثلاثة واحدة من الأشياء الحلوة وأنا تعلمتها صراحة من الوالدة الله يحفظها ويثبتها الحين شا أقول لكم يمكن الحين عندها نوت رقم ستة أو سبع عندها يرارة كلها نوتات تحرفون النوت الأزرق هذا اللي يكتبون عليه نوت دائماً وهي مع ختمتها عندها دفتر لقيت آية عجيبة الله شلون الله صبحت علي يقولنا هذا الشيء العجيب تكتب الآية حتى بدون تفسير تأثرت فيها اكتبتها حطتها هل عندنا هذه العلاقة الجميلة مع القرآن؟ علاقة الإعجاب والاندهاش إن الله بكتب الآية وبشاركها مع الناس وايد شيء مهم عشان تثبت على هذا الدرب أن يكون عندك صحبة قرآن يعني ناس يعينونك على أن تثبت على درب القرآن يشجعونك يسألون عنك شلونك شلون حفظك هاي شلونك مع الختمة كذلك النقطة الخامسة لازم يكون عندنا استهداء بالقرآن شنو يعني؟ أحلم مو بدين الحلقة بأن القرآن هو الهداية؟ فمعنات من الخطوات العملية أن أستهدي بالقرآن أشوف هذه الآية وأقول شنو قعد أقول لهذه الآية؟ يا ربي ما شنو تبيني أسوي خطوة عملية بسويها من هذه الآية سادسا وأخيرا إذا أردت أن تثبت على هذا الدرب الله سبحانه وتعالى يقولك والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين يعني ترى لو تفكر بهالكلمة دقيقة يمسكون يعني لها جانبين أنت تمسك يعني أن تمسك كتاب الله مهم تحتاج أثنين تمسك الناس كتاب الله تعين الناس أنهم يحبون كلام الله وبعدين شنو قال لك الله سبحانه وتعالى إنا لا نضيع أجر المصلحين يعني الإصلاح كله أن تصلح الناس بكتاب الله سمعوا قصة شخص شلون تأثر بكلام الله سبحانه وتعالى وكان للأثر العجيب على حياته قصة شخص ما عنده علاقة ما عنده كاترة ما يحب للطبيب وبيعطوني دوا ومدري فكان يعني كل ما يصير فيه شي أعشاب شاي مدري شنو زاد الألم كلش مسكن بس ما يروح الطبيب تعال أكشف وشوف لا لما وصل مرحلة أنه بدت آلام تزيد عنده صداع غير محتمل شسالفة لا بس خلص يعني أنا حاولت مسكينات خذيت عشاب خذيت ماك فايدة قال بروح الطبيب وأسأل راح الطبيب قال لا ألم هني ومدري شنو قال لم يخالف أحولك أحول يحوله يروح حق الطبيب الثاني ويسأل 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 كان يقول له شوف أحسن نسوي لك أشعة أمراي نشيك نشوف شنو براسك ويشيك ويسوي الأمراي ويلقى عنده ورم بالدماغ وهذا الورم كان خبيث فمعناته قاعد يقول له أنت فيك سرطان هذا الإنسان يعني طلع منه وهو ما يدري شنو مستقبله ورم بالدماغ شنو الحي الخطوات أنا اللي ما أحب بالأدوية والدكاترة بجاب لهم ممنش عاع ومن الكيم ومن ويمكن عملية ويمكن يقول ما حطيت حيلي إلا بالقرآن أقرأ القرآن وأسأل الله أن يشرح صدري وأسأل الله أن يشافيني وهو قاعد يقرأ أحد الصور ويلقى هذه الآية ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا يعني عرفون هذه الأها مومنت صار عندنا واو الله سبحانه وتعالى قادر بأن ينسف الجبال ما ينسف هالورم اللي براسي يعني ترى شوفي الآية ما لا علاقة بالشفاء ولا علاقة بالهذا بس شلون كل واحد يلقى حاجته بالقرآن شافه ويقول فظل يدعي بس هالدعاء ينسفها ربي نسفة أنزين هل بس ينسفها ربي نسفة وما قاعد يبذل أسباب لا لا هو شغال راح علاج بالخارج وبلش مع الكيم وكل الخطوات المطلوبة بس طبعا هم دايما يسون أمراي قبل ويسون أمراي عقب يتحيكون شوفون شنو وضع الورم ويتحيكون على الورم عقب فترة من العلاج ويفرحون بهذه النتيجة قالوا لأ تبارك الله ورمك أصغر إنكمش مستجيب جسمك عيستجيب حق الأدوية طبعا هو يعني عنده يقي إن أنا كعدة بذل أسباب وإن الله سبحانه وتعالى الشاف بس عنده ارتباط بهذه الآية أنه ينسفها ربي نسفه ربي نسف هذا الورم ما اختفى تماما بس رب العالمين كتب له هذا الشفاء ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أهل القرآن أهلك وخاصتك سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كم ظل عبدك يا إلهي فهده بهداك يا ذا الهدي والإحسان يا من أحاط بكل شيء علمه ضعفي علمت وذلتي وهواني رحمك لم أقصد سواك وغايتي قلب يضاء بحبك النوران مولايا كل اسم يطمئن خافقي يخشاه بالتقوى وبالإيمان ترجمة نانسي قنقر وفقام هم وفقام